السلام عليكم حبايب قلبي يا رب تكونوا بخير بإذن الله نشاهد في فيديو النهاردة مراحل تطور الجنين من بداية الإخصاب لحد الولادة وده هيكون بشكل 3D Animation واضح وجميل جدا وأتمنى قبل ما نبدأ ما ننساش نضغط لايك للفيديو واشتراك في القناة علشان الفيديو يروح لناس تانية غيرنا وهما كمان يستفادوا في البداية كده عايزين نعرف إن الجهاز التناسلي للأنسة بيتكون من المهبل وعنق الرحم والرحم وقناة فلوب والمبيض بيبدأ المبيض إنه يفرز بويضة كل شهر تقريبا وأول ما بيبدأ الحيوان المنوي بالمرور خلال الجهاز التناسلي واختراك جدار البويضة بتبدأ هنا عملية الدمج ما بين البويضة والحيوان المنوي وبكده يكون عندنا بويضة مخصبة ووحيدة الخلية وفورا بتبدأ عملية الانقصامات وتكون الكروموسومات لحد ما يكون عندنا اتنين خلية مخصبة والخليتين دول ينقسموا أكتر لحد ما يكون عندنا أربعة وتمانية وهكذا وخلال عملية الانقصامات الخلايا بتتحرك من قناة فلوب لحد ما توصل لداخل الرحم وهنا الخلايا بتكون في أمس الحاجة للغذاء فبيبدأ يتكون حوالين الخلايا غلاف والغلاف اللي تكون ده اسمه المشيمة والمشيمة وظفتها حماية الطفل ومنع الجفاف وبتساعد الجنين في الحصول على الغذاء والأكسجين واخراج الفضلات ومن هنا يبدأ جسم الطفل إنه يتكون بعد الشهر الأول بيكون تكون قلب الطفل بعد الشهر الثاني بتتكون الأطراف والأصابع إنما معظم الأجهزة والأعضاء بتبدأ تتكون عند الشهر الثالث والأعضاء التناسلية بتبدأ تظهر عند الشهر الخامس والطفل بيبدأ يتحرك عند الشهر السادس وبيبدأ الشعر والجفون إنها تتكون عند الشهر الثامن والطفل بيكون مكتمل ومستعد للولادة في نهاية الشهر التاسع ولو حابب تشاهد إزاي بيتم عملية الولادة الطبيعية والقيصرية فأنا سايبهم تحت الفيديو في صندوق الوصف وبكده يكون فيديو النهاردة خلص وأتمنى لو استفدتم ما تنسوش اللايك والاشتراك والسلام عليكم اشتركوا في القناة